أعود إلى هذه الرسالة التي وجهها إمام زماننا إلينا جميعا هذه ما هي برسالة خاصة بالميرزى مهدي الأصفهاني لذا فإن الإمام لم يتكلم معه وأثبت له التوقيع على صدره هذا توقيع للشيعة عبر ميرزى مهدي الأصفهاني هذا هو السر في عدم كلام الإمام مع الميرزى مهدي الأصفهاني وإلا فكان ممكنا أن الإمام يقول هذا الكلام بلسانه لكنه كان متبسما في وجهه وأوحى إليه أن الجواب في هذا التوقيع وكان هذا التوقيع محمولا على صدره وكان التوقيع مختوما بختم الإمام وقد أقامني الله وأنا وتحت كلمة وأنا كان ختم الإمام وأنا الحجة ابن الحسن في بعض النقول وأنا الحجة ابن الحسن العسكري فكان هذا التوقيع محمولا على صدر الإمام صلوات الله عليه ومختوما بختمه هذا يعني أن الكتابة كانت بخطه الشريف ولذا فإن الإمام قد ختم تلك اليافطة بختمه المبارك إنها رسالة وتوقيع بنحو مخصوص لنا جميعا لم يرد توقيع من الناحية المقدسة بهذه الخصوصية وبهذا الطراس إنها آخر رسالة وصلت إلى الشيعة آخر توقيع وصل إلينا من إمام زماننا هذه الكلمة الذهبية على الأقل بالنسبة لي تنير عقلي وتنير قلبي وتنير وجداني وتنير لي الطريق هذه الكلمة عشقتها وخالتها في عقلي وقلبي إنني أحدثكم حديث الوجدان الصادق أتمنى أن يصل هذا الصدق إلى عقولكم وإلى قلوبكم كي تعانقوا هذا المضمون مثل ما عانقته كل أحاديثي كل برامجي كل دروسي كل ما كتبت وكل ما فكرت وكل ما نطقت وكل ما عملت في أجواء هذه الكلمة في أجواء هذا التوقيع الشريف طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا بتوفيقك يا بقية الله أعني وأعني الذين يريدون أن يتمسكوا بهذا السبيل من أبنائي من بناتي من أخواني من أخواتي أعنهم أن يكتشفوا هذا الطريق وأن يتذوقوا حلاوته إنني عشقت مسجد جمكران بسبب هذه الكلمة وأصبحت من مرتادي حينما كنت في مدينة قم في الثمانينات وفي التسعينات أعد نفسي من عشاق مسجد جمكران ومن مرتادي ولطالما زرته وأكثرت من زيارته في أول زيارة لي لمسجد جمكران بعد أن قرأت عنه ما جاء مذكورا في كتبنا وما حدث به الحسن وفي الحسن ابن مثلة الجمكراني الذي التقى بإمام زماننا في الأرض التي بني عليها المسجد حكاية مفصلة طويلة لا مجال لإرادها فذهبت إلى هذا المسجد في أوائلي سفري وانتقالي إلى إيران والعيش في مدينة قم وإنني وأنا أحدثكم الآن أتذكر حلاوة ذلك المسجد وحلاوة الوصال فيه وحلاوة العبادة فيه في أول زيارة لي للمسجد وأنا أريد الدخول من الباب أتحدث عن البناء القديم للمسجد المسجد تغير الآن هذا حديث في بدايات بدايات الثمانينات حديث قديم فلما كنت أحاول الدخول من الباب إلى داخل المسجد لفت نظري كتابة جميلة على الكهش الأزرق قرأت هذه الكلمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذه الكلمة هزتني هزتني هزا وفي اللحظة نفسها عرفت أن من كلمات صاحب الأمر لم أكن قد قرأتها في التوقعات لكن اللحنة واضح في كل حرف منها هذا كلام الحجة ابن الحسن على الأقل بالنسبة لي إنني أزعم أنني أتذوقه لن تتيها هذه الكلمة عن إدراكي هذا كلام صاحب الأمر لكنني ما قرأتها ولا أعرف مصدرها كنت متحمسا أن أكمل زيارتي وصلاتي في المسجد كي أعود إلى مكتبتي أريد أن أبحث عن هذه الكلمة رجعت وبحثت في كتبي عثرت عليها عثرت عليها وعثرت على تفاصيل حكاية ميرزا مهدي الأصفهاني وبحثت كثيرا عن هذه الواقعة حتى أصبحت ملما بكل تفاصيلها إنني ما حدثتكم بكل التفاصيل أجملت لكم الحديث وذهبت وذهبت باحثا عن كتبه جمعت كل الكتب التي استطعت أن أحصل عليها من كتب المدرسة المعارفية من كتبه ومن كتب تلاميذه على أي حال لا أريد أن أحدثكم عن التفاصيل الأخرى هذه الكلمة هزتني لكنني لا أخفيكم سرا ما اقتنعت بالكلام الذي قرأته في كتب المدرسة المعارفية قد أتفق مع بعضه لكنني ما اقتنعت ولا تفاعلت تفاعلا شديدا مع احترامي وإجلالي لهذه المدرسة بالقياس إلى المدارس الأخرى كل المدارس الشيعية لها محاسنها ولها مساوئها ما من شيء إلا وله محاسن وله مساوئ وفي الحقيقة نحن إذا أردنا أن نقيم أنفسنا فإن تقييمنا في دعاء يوم عرفة إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي والله والله هؤلاء نحن في أحسن أحوالنا أنا وأنتم والآخرون إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هؤلاء نحن في أحسن أحوالنا الوحى 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 يا بقية الله يا صاحب الزمان الأمان الأمان أسألك الأمان أمان الدين وأمان الدنيا وأمان الموت والقبر وأمان الآخرة نذهب إلى فاصل طريق المعارف عند إمام زماننا واضح وواضح جدا لقد مهده لنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وهذا يوم ميلاده الشريف لقد أسسه لنا نفس محمد علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا يوم من أيام زياراته المخصوصة من قريب من بعيد سلاما يا أمير المؤمنين سلاما يا سيد الوصيين سلام على النجف الأطيب سلام على ورده الأعذبي سلام على ورده الأعذبي هو الذي هو الذي هو الذي مهد الطريق وعلي هو الذي أسس الأساس وصادقهم صادقهم الذي لا دين من دونه كل ديننا في الجانب المعرفي وفي الجانب العقائدي وفي الجانب العلمي وفي الجانب الفتوائي كله من فيضه مما فاضت به شفاهه الطاهرة الشريفة هذا يوم ميلاده صلوات عليه الصادق هو الذي شرح لنا كل شيء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بتأييده وتسديده وألطافه وتوفيقه تتحقق الأمان ويتضح الوضوح أكثر وأكثر البداية من محمد صلى الله عليه وآله أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد صلوات الله عليه وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين بينها لنا رسول الله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا لن للنفي التأبيدي ومع ذلك أضاف رسول الله قيدا تأكيديا أبدا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم إنها بيعة الغدير العلوي وبيعة الغدير المهدوي هذه هي حقيقة ديننا التي كان لا يتذوقها ولا يجد ذائقة لها مرزا مهد الأصفهاني لا في الدراسة الحوزوية ولا في الدراسة العرفانية وتلك حقيقة حقيقة أنا عشتها شخصيا لا أبالي أن تصدقوا أو أن لا تصدقوا إنها حجج تقام عليكم أنا لا أحدث الجميع أحدث الذين يعرفون دقة كلامي وصدق حديثي وعمق تجربتي في الواقع الديني أحدث هؤلاء لا أحدث غيرهم لا شأن لي بغيرهم البوابة من هنا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا هذا ضمان ضمان من محمد صلى الله عليه وآله هو الذي مهد لنا وعلي أسس الأسس وصادق شرحها والقائم بتوفيقه وتسديده يوصلنا إلى شاطئ الأمان علي يحدثنا عن ذلك هذا نهج البلاغة الشريف وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة مية وثمانية واربعين رقم الخطبة مية وخمسين الخطبة الخمسون بعد المئة في صفحة الثامنة والاربعين بعد المئة صفحة مية وثمانية واربعين رقم الخطبة مية وخمسين مما جاء فيها سيد الأوصياء يتحدث عن الفتن المقبلة إلى أن يصل للحديث عن زمان الغيبة الطويلة ألا وإن من أدركها منا من محمد وآل محمد إنه يتحدث عن الفتن إذ يقول وأخذوا يمينا وشمالا ضعنا في مسالك الغي ضعنا حركة سفرا سلوكا وأخذوا يمينا وشمالا ضعنا في مسالك الغي وتركا لمذاهب الرشد إنها الفتن وما الحوزة الطوسية إلا مصداق منها وما المنهج العرفاني الصوفي إلا مصداق من مصاديق هذا إلى أن يقول سيد الأوصياء ألا وإن من أدركها منا من محمد وآل محمد يسري فيها بسراج منير إنه صاحب الأمر بعد أن مهد محمد المصطفى وأسس علي المرتضى وشرح الصادق المصدق ما شرح والأئمة كلهم كذلك لكنني أشير إلى هذه الأسماء الزاهرة لأن اليوم مسجل لهم بأسمائهم فجاء صاحب الأمر بسراجه المنير أمير المؤمنين هو الذي يحدث هنا ألا وإن من أدركها من يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحي صالح بعد صالح وصادق بعد صادق ومعصوم بعد معصوم وإمام بعد إمام هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين ألا وإن من أدركها من يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين ليصنع ماذا ليحل فيها فيها ربقا إنها القيود والحبال ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا ويصدع شعبا ما اجتمع من الضلال فإنه سيصدعه وما تمزق من الهدى فإنه سيجمعه ويصدع شعبا الشعب هو المجموع ويشعب صدعا والصدع هو الممزق هو المفرق كل هذا يقوم به إمام زماننا في سترة عن الناس إنه زمان الغيبة الإمام الذي لا أقول يغيب عن أبصارنا أبصارنا تغيب عن هو قائم شاهد ناظر هو الغائب الذي غابت أبصارنا عن هو الناظر إلينا والمحيط بأحوالنا في كل ثانية وفي كل ما هو أقل من الثانية في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثر الذي يبحث وراءه حسا لن يصل إلى شيء الأمر راجع إليه إذا أراد أن يظهر لأحد مثل ما ظهر لميرزا مهد الإصفهاني فإذا أراد أن يظهر إلى أحد فإنه سيظهر إليه بالنحو الذي هو يحدده صلوات الله عليه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو ولو تابع نظره ما الذي ما الذي يحدث في أجواء في أجواء إمامته وفي أجواء غيبته التي هي محل ألطافه ثم ليشحذن فيها قوم من الذي يشحذهم إمام زمانهم هو الذي يشحذهم يشحذهم سيوفا يشحذهم عقولا يشحذهم قلوبا يشحذهم أعوانا للتمهيد لمشروعه العظيم والإمام استعمل لام التوكيد واستعمل نون التوكيد المشددة التي هي عبارة عن نونين هذا تأكيد وتشديد لوقوع عملية الشحذ في زمان الغيبة لكن من أي طريق من الطريق الذي جاء في هذا التوقيع الشريف طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فالمعارف لها طريق واحد هو طريق أهل البيت وطريق أهل البيت مشخص قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصبي سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصبي سقيفة بني نجف بني طوسي قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم وفقا لقواعد المنطق العلوي هذا علي يفهمكم بعدي يعني أن علي لا بد أن يضع قواعد التفهيم وقد وضعها علي وإلا كيف يشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير ويشترط علينا أيضا صاحب الأمر في بيعة الغدير الثاني كيف يشترطون علينا ذلك وليس هناك من قواعد للتفهيم وضعها علي صلوات الله وسلامه عليه ضيعها مراجع الشيعة أهملوها لكنني حين بحثت عنها وجدتها وجدتها ما بين كتابهم وحديثهم ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل القين هو الحداد والنصل هو السيف النصل قد يقال للسيف وقد يقال لكل سلاح حاد وقد وقد يقال للطرف الحاد من أي سلاح للطرف الحاد من السيف للطرف الحاد من الرمح وهكذا ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل وهذا يذكرنا بأحاديثهم التي تقول من أن حديثنا جلاء القلوب من أن حديثنا حياة القلوب من أن حديثنا جلاء القلوب الجلاء التنظيف الكامل حديثنا يجل القلوب كما يجل الصيقل السيف الصيقل هو الحداد الذي يصنع السيوف ويقوم بصقلها فمثل ما يجل الصيقل عن السيف الرين والصدأ هذه كلماتهم ما هي كلمات هم هكذا يقولون مثل ما يجل الصيقل الرين والصدأ عن السيوف فإن حديثنا يجل الرين والصدأ عن القلوب هذه ثقافتهم حديثهم هو قرآنهم قرآنهم من دون حديثهم يقود إلى الضلال فالقرآن من دون التفسير سيضطر الإنسان إلى تفسيره بحسب ما يرى وذلك هو الضلال هذا القرآن الذي هو كتاب هداية سيحوله الإنسان إلى كتاب ضلال القرآن ذات كتاب هداية لكن الإنسان هو الذي يحرفه يحرفه بألفاظه يحرفه بقراءته يحرفه بمضامينه بأي وجه من وجوه التحريف حينئذ سيحول الإنسان القرآن إلى كتاب ضلال ضمان بقاء هداية القرآن أن نفسر القرآن بتفسيرهم فقط وهذا هو مضمون بيعة الغدير الأولى ومضمون بيعة الغدير الثانية نذهب إلى فاصل ألا وإن من أدركها منا أدرك تلك الفتن هكذا يقول أمير المؤمنين يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين إنه الحجة بن الحسن ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل هنا يأتي التوفيق والتسديد المهدوي تجلى تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون عند المساء والصبوح عند الصباح الغبوق والصبوح العرب الذين يسكنون البوادي يسكنون الصحاري يشربون حليب الإبل قبل طلوع الشمس فهذا هو الصبوح ويشربون حليب الإبل بعد غروب الشمس وهذا هو الغبوق الصبوح شراب حليب الإبل قبل طلوع الشمس والغبوق شراب حليب الإبل بعد غروب الشمس هكذا كان العرب من سكان البوادي يفعلون أما المتحضرون في المدن وأصحاب الأموال فكانوا يشربون الخمرة في مثل هذه الأوقات فيشربون الخمرة قبل طلوع الشمس الذين يفعلون هذا يسمون هذا بالصبوح ويشربون الخمرة بعد غروب الشمس الذين يفعلون هذا منهم يسمونه بالغبوق وأصل القضية هي أن العرب كانوا يشربون حليب الإبل في هذه الأوقات ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه استعار هذا المعنى استعارة بلاغية ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الحكمة واصلة إليهم من إمام زمانه صباحا ومساء في الوقت نفسه الذي يتشوقون إليه في هذه الأوقات توقعوا الفرج صباحا ومساء هذه أوقات تشوقهم لإمام زمانهم توقعوا الفرج صباحا ومساء فهنا يأتي الغبوق ويأتي الصبوح لكن لا هو من خمر أهل الدنيا ولا هو من حليب أهل البادية من حليب النياق إنها حكمة مصفات منقات من إمام زماننا من حكمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا نقرأ في الكاف الشريف هذا الجزء الأول من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ميتان سبعة الحديث الحادي عشر بسنده عن أبي بصير بسند الكليني صاحب الكافي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقال طاعة الله ومعرفة الإمام هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة في منطق علي وآل علي هذه هي الحكمة بحسب قواعد التفهيم عند علي وآل علي لا شأن لنا إن كان هذا المعنى ينسجم مع اللغة أو كان ينسجم مع مصطلحات الذين يقال لهم الحكم لا شأن لنا بذلك هل كان هذا المعنى يأتي منسجما مع اللغة أم مع مصطلحات أهل المصطلحات اللغة لها شأنها وأهل المصطلحات لهم مصطلحاتهم لهم شأنهم ما لنا وللناس ما لنا وللناس يا بقية الله مصطلحات مثل ما قال أصحاب الأئمة للأئمة ومثل ما قال الفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم لإمامنا الصادق حينما دخلوا عليه صلوات الله عليه ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم والله نأخذ ما لنا وللناس فهذا هو معنى الحكمة بحسب قواعد التفهيم التي أشرت إليها قبل قليل حينما قلت لكم من أن مراجع حوزة الطوسي لا يعرفون قواعد التفهيم هذا لأنهم هجروا هجروا حديث علي وآل علي هذا مثال من أمثلة قواعد التفهيم كيف نفهم الحكمة التي ورد ذكرها في الكتاب الكريم هذا هو فهمها وهذا هو شرحها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن إمام من الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال صلوات الله عليه طاعة الله ومعرفة الإمام هذا هو ديننا الذي تعلمناه من صادق العترة الطاهرة هذا هو دين محمد وآل محمد الذي بايعنا عليه في الغديرين في الغدير العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين في الغدير الأول العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي تجلى تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هذه الأبصار أبصار القلوب مثل ما يقول إمامنا الصادق إنما شعتنا أصحاب الأربع ماذا يقصد بذلك إنها أربع عيون عينان في الرأس وعينان في القلب العينان اللتان في الرأس للدنيا كي نستطيع أن نعيش في الدنيا وكي نوائم بين ديننا ودنيانا وكي نوظف دنيانا في خدمة ديننا وكي ننتفع من ديننا في أن نعيش حياة سعيدة في الدنيا سعيدة لا بموازين الناس بموازين الحجة بن الحسن فإن السعيدة حق السعيد هو الذي يوالي الحجة بن الحسن هو الذي يوالي علي وآل علي صلوات الله عليهم تلك تلك هي السعادة الحقيقية التي أتحدث عنها فعيناني في الرأس للدنيا وعيناني في القلب للدين والإيمان واليقين فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عينيه اللتين في قلبه وإذا لم يرد به خيرا جعله يسير في الأسباب التي ستعمي عينيه اللتين في قلبه سيبقى ناظرا بعينيه اللتين في رأسه ولن يرى شيئا بعينيه اللتين في قلبه لأنهما قد طمست تجلى بالتنزيل أبصارهم هذه أبصار القلوب أبصار العقول ويرمى بالتفسير في مسامعهم إنها مسامع عقولهم ومسامع قلوبهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذه النتائج النهائية لطريق محمد وآل محمد في تحصيل المعارف البداية أن نتمسك بالعمودين فحينما نتمسك بالعمودين إنهما الكتاب والعترة حينما نتمسك بالعمودين نتدبر فيهما نتعمق فيهما نتفهم المعارف التي وردت فيهما ننظم عقولنا وقلوبنا وفقا للقواعد التفهمية التي وردتنا عن علي هذا علي يفهمكم بعدي فإذا ما سلكنا هذا الطريق فإن العاقبة وحق الزهراء هي هذه من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه من أخلص لله أربعين صباحا أربعون صباحا فقط ما المراد من الإخلاص الإخلاص هو حقيقة الإسلام ما معنى الإسلام هم يعرفون لنا الإسلام هذا من جملة قواعد التفهيم أيضا ما الإسلام عند علي وآل علي الإسلام هو التسليم التسليم لمن التسليم لمحمد وأهل محمد وبالدقة في زماننا التسليم لقائم آل محمد هذا هو الإسلام الإسلام هذا هو تعريفه الإسلام التسليم لقائم آل محمد هذا هو تعريف الإسلام مضمونه حقيقته الإخلاص فهذا هو الإخلاص من أخلص لله أربعين صباحا من أخلص لإمام زمانه من جعل عقله في خدمة إمام زمانه من جعل قلبه في خدمة إمام زمانه مثل ما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو يوم ميلاده الشريف حينما سأله عن القائم وعن ولادته وأجابهم بالنفي سأله هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لو أدركت أيام إمامته مثل ما أدركنا نحن أيام إمامته في زمان غيبته ولو أدركته لخدمته أيام حياتي فالإسلام هو التسليم لعلي وآل علي والتسليم هو الإخلاص ومر هذا الكلام علينا مر الكلام علينا في أن القلوب المنكسرة بداية سيرها من التسليم والتسليم هو الإخلاص ويترقى إلى السالمية التي ترتقي بالإنسان إلى الخلوص فصاحب الخلوص هو المخلص وصاحب الإخلاص هو المخلص من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فما بالكم بصاحب الخلوص صاحب الإخلاص هكذا يكون فما بالكم بصاحب الخلوص الذي هو في أعلى درجات السالمية وسالمية أعلى بكثير من التسليم هذه مناهج معارف أهل البيت وهذه عاقبة أمر الذين يسيرون في هذا الطريق تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح وحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم سؤال مهم هل وجدتم مرجعا من مراجع حوزة الطوسي بهذه المواصفات حدثوني اخبروني من منهم تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه من يحشوني سربتون وحتى الذين يتقنون العربية منهم من العربي أو من غير العرب ممن يتقنون العربية إذا ما تكلموا حشيهم خرط وأبعد ما يكون عن إمام زمانه من يحشوني مسلتون وحينما يتكلمون يتأتئون أية قبيحة هذه وأية عورة هذه لا شأن لي بهم لكن ذلك يدل دلالة تامة على أنهم ما هم من أصحاب هذا المنهج لا يأخذون معارفهم من طريق أهل البيت لأنهم إذا أخذوا معارفهم من طريق أهل البيت عاقبة أمرهم هذه هي ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح نذهب إلى فاصل هذا الطريق الذي أحدثكم عنه الذي أشار إليه هذا التوقيع المهدوي الشريف طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا طريق أهل البيت طريق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا شيء يسير من ملامحه هذه البيانات التي ذكرها سيد الأوصياء وقرأتها عليكم من نهج البلاغة الشريف هذه البيانات بيانات إجمالية وهذا الإجمال له تفصيل كثير إن كان في سائر كلام أمير المؤمنين أو كان في سائر كلامهم في رواياتهم في أدعيتهم في زياراتهم في مصادر علمهم ومصادر علمهم قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم هذه هي مصادر علمهم ولا يوجد شيء وراء ذلك هذا الطريق قد يكون صعبا في حيثية من الحيثيات لكنه يكون سهلا في حيثية أخرى هذا الطريق قد يكون موحشا في حيثية من الحيثيات لكن الأنس كل الأنس فيه إنه طريق مؤنس مثل ما هو طريق موحش تلك تلك هي الحكمة وحيثياتها فهو طريق عسير صعب وهو طريق يسير سهل وهو طريق موحش مخيف وهو طريق مؤنس يبعث الأمان والراحة والهدوء في العقل والقلب هذا الطريق طريق مر لماذا؟ لأن الحق مر لكن مرارة الحق تبعث على الطهارة وعلى النظافة في العقول والقلوب حلاوة الباطل وبيئة قذيرة الباطل حلو لكن حلاوة الباطل وبيئة هم يصفون الباطل بأنه حلو وبيئ هذه كلماتهم ما هي كلماتي؟ أنا أعيد صياغتها بحسب التعابير التي تناسب حديثا في برنامج تلفزيوني وإلا كل هذه المضامين التي أضعها بين أيديكم هي أحاديثهم ما جئت بشيء من عندي أنا أعيد صياغتها بما يناسب تقديم برنامج تلفزيوني هذا الطريق تحول فيما بينه وبين الوصول إلى مدارج النجاح النجاح فيه مجموعة من المخاطر مجموعة من السموم أقرأ أقرأ عليكم من جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من كتب الأدعية المعروفة لسيد ابن طاوس رحمة الله عليه المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق الطبعة الأولى إيران في صفحة 311 دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه دعاء للحجة ابن الحسن دعاء للحجة ابن الحسن ولأنصاره أيضا ماذا يأتي في هذا الدعاء صفحة 313 ولا تبتلنا في أمره في أمر الحجة ابن الحسن ولا تبتلنا في أمره في أمره في شأنه في خصوصه وفي ما يريد منا وفي ما يأمرنا به في التمهيد لمشروعه في زمان الغيبة وفي طاعته والتسليم لأمره في زمان ظهوره ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك هذا إن كان في الغيبة أو كان في الظهور الأمر على حد سواء صاحب الأمر يحتاج أنصارا في غيبته ويحتاج أنصارا في ظهوره لا يحتاج لنفسه فالإمام لا يحتاج شيئا الإمام لا يحتاج إلا الله وإنما يحتاج لمشروعه وحاجته لمشروعه لأجلنا لأجل الخلق لأجل البشر لأجل الجن لأجل الملائكة لأجل كل المخلوقات الكثيرة في هذا العالم الوسيع الفسيح هناك الكثير والكثير من المخلوقات التي سعادتها وحياتها ونجاتها في المشروع المهدوي الأعظم ولا تبتلنا في أمره بالسعمة والكسل والفترة والفشل واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك ولا تستبدل بنا غيرنا فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير إنك على كل شيء قدير نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر